موسيقى قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أنه يجب تحويل الشراء المشترك للغاز إلى واقع بعدما وصصته بفشل روسيا في الضغط على أوروبا بسلاح الغاز وأضفت فوندرلاين أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى شراء المشترك للغاز لضبط الأسعار وأن هناك اقتراحات قيد الدراسة لمواجهة أزمة الطاقة في أوروبا خلال الشتاء مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواجه عجزا في إمدادات الغاز خلال عام 2023 كانت موسكو قد قطعت إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي مطلع هذا العام ردا على العقوبات المفروضة عليها بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا قال الممثل الأعلى لشؤون الخارجية وسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل لم يوافق بعد على حزمة عقوبات جديدة على روسيا وأعرب بوريل عن أمله في توصل أعضاء التكتل إلى اتفاق اليوم أو غدا الثلاثاء تصريحات المسؤول الأوروبية جاءت قبل اجتماعا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث فرض حزمة عقوبات تاسعة على موسكو من شأنها وضع نحو 200 شخصية وكيان على قائمة عقوبات الاتحاد قال وزير الخارجية البريطانية جيمس ساكليفرلي قال إن أي محادثات سلام مع أوكرانيا لا يجب أن تستخدم لإعادة تسليح روسيا وأضاف كذلك أنه لم يرى حتى الآن مؤشرات على أن موسكو ستدخل المفاوضات بنية طيبة مشيرا إلى أنه جاري تنسيق مع شركاء والحلفاء لدعم الحكومة الأوكرانية بكل الوسائل الممكنة هذا ويعقد قادة مجموعة السبع اليوم قمة افتراضية لبحث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتدعيتها كان الرئيس الأوكراني فلودمير زيلانسكي أجرى محادثاته مع نظيره الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل مكرو كل على حدة تحضيرا لهذه القمة فضلا عن مؤتمر لدعم أوكرانيا بنظام ينظم غدا في باريس تأتي القمتان في وقت تستهدف فيه القوات الروسية منشآت ومرافق أساسية في أوكرانيا ما يتسبب في انقطاع في الطيار الكهربائي يطال ملايين الأشخاص أعلن المستشار النمسوي كارني هامر أنه على استعداد لمواصلة الحوار مع الرئيس الروسي فلودمير بوتين إذا كان ذلك من شأنه المساعدة في إنهاء الأزمة في أوكرانيا وأكد كذلك أن بلاده تتمسك بالحياد لكنه أشار إلى أن هناك عدد من القضايا الأساسية فيما يتعلق بالممرات الإنسانية ووقف إطلاق النار وإجراء تحقيق موضوعي في جرائم الحرب أعلى حد وصفه كان كارل نيها ميرق أول زعيم أوروبي يلتقي شخصيا مع بوتين في بداية الأزمة الأوكرانية لمناقشة التطورات الجانية قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينقاف إن روسيا تواصل هجماتها على البنية التحتية للطاقة لإجبار بلادها على الدخول في مفاوضات وأضاف وزير الدفاع الأوكراني أن خطة روسيا ستفشل بسبب بدء مواردها بما في ذلك الصواريخ من النفات مؤكدا حاجة أوكرانيا إلى الحفاظ على استقرارها من أجل تحقيق النصر إلى ذلك قال الرئيس الأوكراني فلودمير زينسكي إن أجهزة الطوارئ تعمل على تخفيف انقطاع الكهرباء في مناطق كثيرة من أوكرانيا بعد الهجمات الروسية ومنذ أكتوبر الماضي لحقت أدرار بشبكة الكهرباء الأوكرانية جراء هجمات روسية متكررة بصواريخ وطائرات المسيرة في ظل طقس شديد البرودة شهدت أوكرانيا ظلاما دامس وانقطاعا غير مسبوك للكهرباء بسبب ضرب البنية التحتية منذ أسابيع وفيما قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الثلوج تحول دون نقل المعدات العسكرية لاستئناف الهجوم المضاد الفعال وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينيسكي إن أجهزة الطوارئ تعمل على تخفيف انقطاع الكهرباء في مناطق كثيرة من أوكرانيا بعد الهجمات الروسية ولا سيما ميناء أوديسا على البحر الأسود التي كانت من بين أكثر المناطق التي شهدت انقطاعا متكررا للكهرباء ومنذ أكتوبر الماضي لحقت أدرار بشبكة الكهرباء الأوكرانية جراء هجمات روسية متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة مما أدى في بعض الأحيان إلى قطع الكهرباء عن ملايين المدنيين في الشتاء وفي محاولة لتقليل الخسائر التي تتكبدها أوكرانيا جراء انقطاع الكهرباء بحث الرئيس الأوكراني خلال تصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي المساعدات الاقتصادية والعسكرية المقدمة من واشنطن حيث أكد زيلينيسكي أن المساعدة الدفاعية والمالية غير المسبوقة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا لا تساهم فقط في الانتصار في ساحة القتال ولكنه يدعم أيضا استقرار الاقتصاد الأوكراني وفي وقت سابق قال زيلينيسكي أنه أجرى محادثة هادفة للغاية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الدفاع والطاقة والاقتصاد والدبلوماسية استمرت أكثر من ساعة بات ملايين الأوكرانيين محرومين من المياه ومن التدفئة في ظل طقس شديد البرودة الأمر الذي دق ناقوس الخطر من هجرة جماعية جديدة نحو دول الاتحاد الأوروبي الذي صارع من وطيرة المساعدات الأوكرانية لإمنع تلك الهجرة ذكرت الإدارة العسكرية لإقليم دينيبرو بيتروفاسك بجنوب أوكرانيا أن القوات الروسية قاصفت بلدتين بمنطقة نيكوبال بصواريخ ومدفعية سقيلة الليلة الماضية من جانبها أفادت سلطات دونتسك بإصابة سبعة أشخاص بينهم طفلان وأربع نساء جراء استهداف القوات الأوكرانية للأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة وصواريخ جراد موضحة أن القصف الأوكرانية أدى إلى تضرر مستشفى وأكثر من عشرين مبنى سكنية من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية إن الاتفاق الذي تم توقيعه برعاية الأمم المتحدة لتسهيل نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية بحاجة إلى تعديل وأوضح نائب وزير الخارجية الروسية أن تعديل ضروري لضمان إمدادات الغذاء لدول الأكثر فقرا في بلدان القارتين الأفريقية والأسيوية نقل الحبوب من الموانئة